موسيقى أحمد وشردي ودريس مولات وبعزة عنقي أو لا أعرف اسمه أو الحردودي أو نور الدين حو هذا جلاده أي شخص يستعمل تعذيب في حقه شخص داخل مؤسسة عمومية سيجن أو كوميسارية يجب أن يضمن اسمه في لائحة الجديد يجب أن يخبر الشعب المغربي وليس الشماء المغربي أن يعرف من ينتهي وحقوقه في هذه البلاد ولذلك نعمل كحقوقين نتمنى هذه الألية سنويا تخرج لائحة ضحايا التعذيب ولائحة الجلادين المتورطين في التعذيب كل ضحياء يكون المقابل ونخرجوا هذه الوسائل الإعلام ويتم الكشف عنها أريد أن الدولات تدير الألية القانونية وتحترم القانون الوطني لأنه يجرم التعذيب وتحترم المقتضيات الدولية التي تصدق عليها وبالفعل تشتغل نحو إرصائه دولة الحق والقانون ويعونها تدير خدمتها لا أريد أن هذه الدولات تدير خدمتها على الأقل بحل الألية التي كنا نقوم بها من حال هذه هي المحكمات الشعبية كأن شيء واحد لا تقدش عليه لا تقدش تدخلوا القضاء تكلافلوا الشعب تكرافص على الناس أرهبهم مخلا مدى أخر مطاف فين كتتمشي الحركة الحقوقية كتدلوا محكمة الشعبية وكونوا على يقين بأن هذه المحكمة الشعبية كتتقيصوا كتتحكملوا على الروح وكتحكملوا على الوجدان وأنه حر طليق باقي يمكن يعيثوا فسادان وبخلص على ذلك الشيء ولكن منكي بدأ يشوف سمي تتداول فسائل إعلام تتداول على أساس أنه إنسان مجرم في حق هذا المجتمع راه 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 كي يقول لي أسير روح كان أعتقلوه بطريقة أخرى وكان وكان نقوموا على الأقل بإنصاف ولو جزئي لهذا الضحية باش ميبقاش ما تعرض أي الضلاف بلغة بلغة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بلغة ترجمة نانسي قنقر